مساء وخير أعزائي المشاهدين وأهلاً مع شبكة تلفزيون يا صاحب الورد اذكر عيد ميلادي يا صاحب الورد اذكر عيد ميلادي تاريخ أمري ترى هجري وميلادي مهما يطول العمر وانسى حساب الشهر شوفت عيونك اذكرني بميلادي يا سترة العشاك أو يا سترة العشاك يا حلوة الأوراك أو ملزوم علي أشتاك يا سترة العشاك أو يا سترة العشاك يا حلوة الأوراك يا سترة العشاك يا سترة العشاك المترجم للقناة 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 سنوات وانت في سقرك سنوات الحرب العالمية الثانية 39-45 نعم سنة 1945 يعني اش تذكر من ذلك الوقت لازال راكز في ذهنك يعني اذكر ان احنا اذكر ان التموين سنت التموين يسمونه ايوان وكانوا يبيعون يعني وكانوا الشعير يطحنون الشعير بجاء القمح هذا ما كان قمح ناخذ التموين وناخذ كله وكل شي بالبطاقة وكل بالبطاقة كان يترعم وبينما الحقيقة الكويت في ذاك الوقت بينما الناس جاعت الكويت لم تجع دائما تيها لان كانت مركز لمرور بعض القوات وغيرها وكانت سبحان الله الكويت مثل ما يقول درت القلة جلابة كل من ييب لها هذه الكويت فيها السر عجيب صور مع اني انزلته من ذيتي بوادي غير ذي زر لكن احنا هنا وان كنا داوة وادي ذي زر كل شي كان متوفر فيه نعم وكانت الكويت حتى ايام التموين وانا صغير يوميها كان جيراننا منه بيت الجيماز نعم الله يرحمها راشد الجيماز نعم امي خدية كانت انا كل يوم سأتغدى عندهم على ما عندهم اي فريج اي فريج فريج الفريج نعم فريج الفريج وهذا هني اروح كل يوم تصور انا عندي ازدواجية بالشخصية بالليل بالحسنية نعم و بالنهار بيت الجيماز مع العديد ايون يسمونوا بروفاتة قعد معاهم و اسمع و الله رحمه راشد الجيماز الفنون الكويتية امي خدية كانت هي رئيسة الفرقة و يطلعون الكويت كانت تعيش عدد ذهبي يطلعون العديد في الشوارع طالبي الكريم فرقة العيدو ما ادري ايش يعني سجد هالهبان يعني البلد صحيح انها فغيرة لكنها مفرحة مثلا كان الفرح الفرح متوفر الفرح متوفر في الناس لان الناس عايشين على البساطة عايشين على هذا الناس بينهم بين بعضهم بعض الفريج بعضهم انا الله يسلمك عندنا اذكرها و انا صغير جارنا يبي يبني بيته و ابوي مسافر فمنين الماء ياخذوا من الجليب صحيح فيطق الباب على امي الله الرحمه قالها ام علي ترى خلص الماء عندنا ممكن ناخذ منكم قال اذا خلص ماء الجليب ماء عيوننا جاهز الله ام علي معروفة امي الله امه في اسمه لا 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 فآخر الصدق هو ما يفعل هذا يبيع عنب يومية رك عنب كان هذا لكي يروح يقول للفريج ام علي قالت فيها القلمة هذه للتصور يعني هاي الناس انا بهمشيري انا بهمشيري يومنا نعم الفير تعال شوف والقلال و رحنا نروح الفرزة نشوف الشولان يبعون منصوب وهذا منصوب نعم و يعني البلد حقيقة درست ايضا ابو يوسف يعني في مثلا مدرسة مل بلال الله يرحمه مل بلال مل حماد الله يرحمه زكريا الأنصاري مل بلال مدرسة الجعفرية خلي قلك انا و المدرسة المباركية يعني شلي درست اكثر شي في هذه المدارس مل بلال الله يسلمك انا ما اتكي درست عنده لانه يوم نحن ندرس في المدرسة يوم نشغل عنده بالبيت نعم عرفت يعني عنده مسوي فرقة يوم نروح ننظف بيته و يوم نشتغل ندرس عنده نعم الثاني اذكر واحد يرحمه ما انت وفا ولا لأ عنده صرعة نعم اذا صرع هذا التلاميذ كلهم و هذا يوم الذي يصي صرعه هذا عطله و بعدين زكريا الله يرحمه في سوق بندعي نعم و بعدين انتقلت إلى المنسة الجعفرية طبعا و منها إلى المباركية نعم بجانب الدراسات درست أيضا في البعهد البريطاني درست إدارة الأعمال ولغة الإنجليزية نعم ولغة الإنجليزية ثم درست عند أحمد سيد عمر الله رحمه و بعدين أخذت المدرسة و أنا قمت أن درس لغة الإنجليزية درست طيب نحن نقدر نقول أنك من الجيل المخضرم اللي عاصر القديم والحاضر نعم يعني ما الذي تغير من وجهة نظرك كقيمة أساسية بالنسبة لأهل البلد وأهل الأرض والأشياء اللي حواليهم يعني أنت الحين لما تأخذ إنسان يعيش في خيمة وتشيله وتحطه في قصور تعتقد نفس الإنسان يتعلم على يعني البساطة اللي كانت عايش فيها تنقز على نفسه لما أي يعيش فيه يعني هذا الحقيقة يعني يعني هو دائما الماضي بحذ ذاته جميل نعم الإنسان ينسى مآسي الماضي ينسى بعض الناس يعني عاش ترى عشت يعني تقشوف يعني قد يكون بعض المسر ما تعيشها في الليل نعم بعدين أنت تلقى الريال يطلع من الصبح مثلا عندك عشور عبد السلام عندك أصطح مد عندك الرباح عندك أستاذية هذو اللي يطلع من الفير يوقف وي الأستاذ يلقى ستين سبعين نفر قوم يا فلان قوم يا فلان أستاذ البناني البناني نعم يأخذ منهم مجموعة والبالي يردون البيت شين وستانات من الصبح إلى أدان المغرب نعم يعني يعطيهم ساعة بس يأكلون تمر ولبن وغيره نعم بس كل شيء بقيمته هذه كانت قيمة المال في ذلك الوقت لكنها كانت صعبة نعم يدخل يطلع من الصد ما يلقى يرجع قد يكون يشتغل اليومين ثالث بالأسبوع تلقى اللي يروح الصخر اللي يروح القوس اللي يروح السفر أنا خالي راح للقوس أبو اللي سابت المهنة راح القوس يسافر القوس زين قالوا ترى باتش البيون لهذا أمي ثابت المهنة الآن أبو أبو ثابت لا تكبر ثابت لا لا ثابت توا شاب لا لا بعدين وين أقمت الشباب المهم راحنا نلاقي خالي في هذا المهم نزل من المحمل الله وكيلك قامت يدي تصرخ مو هذا مو والدي يا عودة والله أبدا أسود صاير نعم من الشمس ومن كذلك فالآن الحياة صعبة ما كانت صعبة الكويت يعني صعبة طيب يوسف أنت شاعر رائع وأنا سعيد باقتناء ديوانك الجميل للشعر صوت اللي هو هذا الغلافة يمكن شوفونا على الكاميرا الكاميرا هذه للشعر صوت ديوان جميل في الواقع يعني فيه إحدى قصايدك اللي هي حنين إلى الماضي صفحة 165 يعني هل تفضل فعلا العودة للماضي ولا معاتبة ونقد الحاضر وإذا تحب تقرأ شم بيت منها ما في مانع 165 165 عندك نسخة نعم خلني أدعك شم بيت وأنا أعلق لك نعم تفضل يا أنت يا زمنا زادت قرائبه فلم يعود فيه غير الهم والمحن ودير طرفي حيرانا فيأسرني ماض أحن له في السر والعلن حالني أيام كانت حبال الوصر تجمعنا والطير يصدع في المغنى على فنني يا ذكرهات الصبا عودي فما برحت أيامك النظرات البيت تسكنني أم أحنة ضغت ذرعا أن أكابدها أم تلك أذقاث أحلام تؤرقني وعلل النفس بالآمال إن سئمت حينا وحينا لما لاقته تقلبني ورب قائلة لما رأت شجني خفف عليك فكم لله من منني أما ترى الليل حين اشتد حالكه تفجر الضوء يجلوق يهبد جني إن جاء عسر تلاه اليسر يعقبه فانظر لما قدر الرحمن من سنني يعني يعني عندما تتذكر طبعا الماضي تتذكر في الماضي وناس راحوا عشرون راحوا يعني عشت معهم أصحاب تركتهم راحوا تغيبهم يعني الموت يعني وليهذا تلقى دائما أنت مسكون في ذيك الأيام وبالتالي يعني يعني الإنسان يقول يعني يعود غريب عندما يقول يصل إلى الأربعين يتذكر من الأموات أكثر من ما يتذكر من الأحياء طيب إحنا حنواصل طبعا هلها الشغلة ونكمل عليها لكن ناخذ مداخلة الآن من الأستاذ بدر رشيد ألو 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 مساء الخير أشاء الله أبو خالد حياة الله يا أبو فهد ضيفنا هذا المساء الأستاذ علي يوسف المتروك الشاعر وصاحب الدوانية وعاشق الوطن وأنت حسب ما سمعت أنك من أصدقاء ومن معارفة فماذا تريد أن تقول لنا يعني والله أول شيء بو فهد مساء الله أبو الخير وهذا شيء جميل نلتقي فيك من خلال التلفزيون وصوت العاتف حقيقة بضيفك الكريم فالأستاذ حقيقة علي المتروك نشكره بو فهد نشكرك أولا كذلك كمشاهدين على هذا البرامج برامج شيء حقيقة بسبب خبرتك ومخدرتك وتمكنك الإعلامي هذا شيء لا يحتاج حقيقة منك شهادة الله يحفظك شكري أنت رجلك باع طويل ودائما نتابع حقيقة برامجك بدون ملل ننتظر للحلقات القادمة لأنك تفاجئنا حقيقة وليلا فاجأتنا حقيقة بهذا الوجه الكريم الطيب هذا رجل محب للأرض يعني أنا عرفت عن بعيد قبل أعرف عن غريب رجل محب لهذا الوطن شيء غريب يعني في شعره في حديثه في تحركاته اليومية في تعاملاته التجارية يعني إنسان محب بشكل للجميع يتشع قلبه للجميع فأنا الآن متشرف فيه وفيك يا أبو فهد الله سلمك وحنا شاكرين على هذه المداخلة من الأستاذ بدرشير شكرا بو خالد حياتك ممكن أنا أحفظك بو خالد قبل أن تروح خليك معنا تفضل بو خالد معك أنا الحقيقة أشكرك على هذا وبعدين هاي شهادتك مجروحة لأنك تحبني لا أخوي أبو يوسف أنا أحب كل رجل يحب هذه الأرض كثر الله خيرك وأنت منهم وكل حقيقة وكويتين كلهم يحبون هذه الأرض وهذا بان حقيقة في كل تجار في تاريخ هذا البلد نحن مجددين على هذه الأرض ولا حبنا هذا شيء مستجد عليها وهذا بفهد قدامك الله يخلي شاعر ينطق شعري لهذا الوطن لا الحين أنا بس أنطقه وأنا اللي رح أنا أقول حطي بالزاوية وقال لا أنا أحب أخلي يسمعني بعض الغصايدة لا عنده رجل عنده مخزو كبير من الشعر وبعدين كتر الله خيرك على هالتالفون حركة شلون والحقيقة البلد في خير مدام أنت وأمثالك من الناس يقدرون الرجال أقدارها شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا أبو خالد أبي يوسف لا بد أنت بديت الشعر و أنت صغير لا بد أن لما اكتشفت مقدرتك على الشعر أو اكتشف بعض الآخرين مقدرتك على هذه الشعر هل حصلت على التشجيع المطلوب منهم هل هناك حصل شي أنك تحس أنه فعلا في ناس يشجعوك و واقبوك دفعوك إلى الأمام والله أنا الحقيقة أول ما عندنا أستاذ اللغة العربية في المباركية سنة 48 الأستاذ سعود الخرجي ما دي سعود الخرجي موجود ولا توفى لا أعرف إذا كان موجود الله إن شاء الله يعطيه صحة والعافية المهم تعرف لما صارت سنة 48 إسرائيل و كذا تأثرنا و كنا و لا نزال يعني نحن ناس عروبيين أكثر من العرب فكتبت لي قصيدة عن نكبة فلسطين يعني و وضعتها في المدرسة و جدام في الصف الصباح في الحقيقة فاللي حصل أن السعود الخرجي أعطاني كتاب الشوقيات للأحمد شوقي و المدرسة كلها الحقيقة يعني استرت بأني أنا كتبتها القصيدة و الناظر أيضا حلق عليها و مع العسف ضاعت المهم القصيدة المهم لقيت خبرت خالي و أبو ثابت ترى أني أنا كذي و كذي و هس هانس و يعني كذا المهم عندنا صديق اسم علي الحمر رحمة الله عليه رجل مهتم بالشعير و يهتم بالإذاعات يوميها ماكو إذاعات يعني ماكو أثنين ثلاثة كلمة عنده راديو و هي يسمع الأخبار و هي يقول لنا أن الألمان سووا كذي و أن قروس قال و كذا و يعني و هو الأخبار و يونس بحري و قال يعني قال قوايا هذه صحيح المهم يوم الأيام يابلي بيت من الشعير قال لي أنت إذا شاعر أبيك تكمل على هذا البيت يا ربة الحسن كيف راح أشربها و الطير قرد ألحانا في أهجاني قال لي كمل على بيت ثاني و خل أشوف إذا أنت شاعر أقدت هذا البيت و يوم الثلاثة قتلت له تقريدة من ثنايا القلب بخارجتهم كأنه عن ورود الكأس ينهان استانس منها و غير المهم فراح شرالي ساعة أوريسما فأنا أول ساعة أحسن ساعة أني أنا نزيل أخذناها الساعة أنا استانس فيها أرويها تلاتيب في المدرسة غيرها حطها بجيبي يوم و الأيام عندنا مرينا على يأتي بينا تشيز طحين ما ذي شون تشيز طحين حاش البالطو فسويت أنا أخذت البالطو ضربته بالطوفة ضربته الثلاث و راح الغباء و اللبسته أمد إيدي أو يطلع لي الساعة أمد إيدي و طلع لي أمد إيدي و إذا ساعتي صارة مشلقة فأصور يعني لم أستطل أنت ضربتها بالطوفة و الساعة داخل لداني و راح بالساعة راح الساعة يجيني يا أبو يوسف شلو لو ما أعطيك موبايل شلون والله هذا لو أريد تكسر و في نفس الوقت هذا قبل سنتين أو ثلاث سنوات كم كان عمرك لك الساعة لما أعطك الساعة يعني يمكن عمري ستاعة سنة قبل سنتين كتبت قصيدة عاد يوم الحسين يحمل الذكرى هي للحشر نارها تتوقد كيف يرضى الهوان صبط وعلي و إباء الأحرار في تجسد قصيدة طويلة نعم فيت إلى أحمد الثقاف معي بسويسرة قلت له أستاذ أحمد أنت بأستاذنا الكبير و شاعر و شاعر و شاعر و شاعر و شا تقول في هالقصيدة قال لي لا أنا ما أقبلها منك إلا أن تكتب وراها ثلاث أبيات من الشعر قلت له طيب قمت كتبت لي يا أحمد الثقاف يا ابن الأولى و من له في رقبتي أي دين أهديك من شعرية مغطوعة تعلو بما ظمت إلى الفرغدين ألست من بيت على شأنه بيته علي و الرضا و الحسين استانس نعم و يعني من هالأهداء هذا تشوفه مؤخرا والله الرجل الآن يعني شوية مريض صاحبة طالح أطل أتم البيت أطل و الظاهر ما ي إلى هذا جمعية الأدباء في ديوانيتك و في أشعارك يعني معروف عنك حب الوطن و نعم و التغني فيه و فعلا هذا حب يعني ليس تظاهر ولكن جذري وأصيل فيه نعم نعم يعني أنا أترك لك الحرية أن تقرأ لي بعض الأبيات في هذا المضمار نعم قدت فيها و حييك يا بحرين هذه حييك تستاهل البحرين في عيدك الذي يجس شقاف القلب في خطوه جسه و حييك يا بحرين يا من ببحرها إذا ما سجى يسجل فؤاد له أنسة قضيت بها شطرا من العمر يافعا و ذاك لعمر الله في العمر لا ينسى أنا عشت في البحرين سنتين مع والدي فذكرته في هذا فدلمون من أظم الصداقة والقراءة تظن بها من فرط فرحتها عرسة و كم زرتها و الحب بجوانعي فألثمها جهرا و تلثمني هنسة إلى أنييت الحقيقة يعني هذا نبوءات شاعر نعم أقول فيا قمة البحرين هل لي بموقف يكونوا إلى الغافين عن قدهم درسة فإن رياح العابثين شديدة إذا تركت قد تجرفوا الجنة و الإنسان و فعلا أقب شهرين صارت الأحداث بالكويت الأحداث الإرهابية اللي هذا كأني أنا أتنبأ هل هذه القصيدة يعني أنا سمعت في قصيدة قرأها زبيلنا فريح العنزي في القرنة الخارجية مزورة أعتقد إحنا مجهزين لك شيء من هالنوع إذا المخرج يقدر يحط لنا اللي قراها الأستاذ المذيع فريح العنزي و إستاذ القرنة الخارجية إذا ممكن اللي هي عن البحرين ها تبيني أكمل لك أو لا يلا نزل أوكي أحييك يا بحرين يا من ببحرها إذا ماسج يسج الفؤاد له قضيت بها شطرا من العمر يافعا وذاك العمر الله في العمر لا ينسى فدلم من عظم الضيافة والقرى تظن بها من فرط فرحتها عرسا ودلم نبع للأصالة لم تزد إلى الأهل والإخوان إن أبحروا عرسا وكم زرتها والحب بين جوانحي فأثمها جهرا وتلثمني أمسا فيا قمة البحرين ملي بموقف يكون إلى الغافين عن غدهم درسا فإن رياح العابثين شديدة إذا تركت قد تجرف الجن والفلسا فأنتم بنوا هذه الديار وأهلها بكم ترفعوا الرايات إن صبحها أمسا سيجني ثمار الغارسين بنوكم أهلا بكم مع أعزائي المشاهدين معنا هذا المساء مرة أخرى مع شبكة تلفزيون وظيفنا وظيفكم الشاعر علي المترك أستاذي صديقك الدكتور يعقوب حياتي نعم أطلق عليك لفظ و اسم شاعر الوفاق لأنه يحبي لأنه يحبي طيب ولأنك أيضا شاعر الوفاق إحنا الآن رح ناخذ مداخلة و نطلب الدكتور يعقوب حياتي نشوف شعنده يقول طلب لنا الدكتور يعقوب حياتي أوكي فأول ما يجهز رح ندخل يسألو فينا لك أيضا أنت قصيدة أو أغنية في الواقع هي الكويت هبت الله لحنها الأستاذ سعيد البنة و ديعت في العيد الوطني الماضي فإذا كان السيد المخرج مجهز لنا لقطة من هذه الأغنية نكون شاكرين اللي هي الكويت هبت الله من التأليف الأستاذ علي المتروك كويت الأمان تقليلها أمجلها والجمال تقليلها أمجلها والجمال المتروك لقطة من الكويت يعقوب حياتي هل طلبتوا لنا جاهز جاهز ولا لا اوكي مساء الخير دكتور اهلا دكتور يعقوب مساء الخير بو انور شلونك ضيفنا هذا المساء الشخص الذي اطلقت عليه شاعر الوفاء ونريد الاسترطة طبعا على المتروب نريدك ان تقول لنا بعض الشي بسم الله الرحمن الرحيم انا طبعا في الابداء وحييك كشخص متفضل دائما في انك انت تعرف كيف تقتنص رجال الخير ورجال الوفاء من اخيار الاوفياء هذا البلد الخير ضيفك الكريم صيد اكثر من ثمين حقيقة يعني وبالتالي فهو من اخيار هذا البلد واوفياء هذا البلد انا متشرف بان اخي الكبير الاستاذ علي المتروك اول من اهداه ديوان شعره للشعر الصوت وانا ايضا متشرف في دوري اني اطلقت عليه شاعر الوفاء ضيفك ابو فهد ضيف كريم العادة الانسان يمثل مرآة الناظر الى علمتروك ينظر الى مرايا والناظر الى مرايا لا يستطيع ان يحدد اتجاه معين في هذا الشخص النظرت اليه من زاوية الخير فهم من الاخيار من زاوية الوفاء فهم الاوفياء من زاوية العطاء لهذا الوطن من العطين لهذا الوطن من زاوية المتعامل مع الكلمة الراقية المفردة الراقية هذا ديوان شعره للشعر الصوت يشهد عليه لذلك في سمة اخرى يعني ومتميز فيها ابو يوسف من خلال المعاشرة اللي تجاوزت اكثر من عقدين من الزمن وربع قرن من الزمن انه مزروع في هذا الوطن والوطن مزروع فيه لذلك هو صاحب ديوان عامر وايضا صاحب ديوان شعري اكثر عمرانا ذلك ابو يوسف اللي يتعامل وياه يتعامل مع انسان يعني غارق ومرتمس ومنغمس في الوطنية هذا الاتجاه الذي ينبغي ان ينمو عند ابناء هذا الوطن العزيز لذلك في رأيي انا وفي رأيه انه لا صوت ينبغي ان يعدوا على صوت الوطن ولا حب ينبغي ان يعدوا على حب هذا الوطن عندي سؤال بسيط يعني لو انا اقول قصايد في عالم تروك يمكن ما اخلص لكن بقولنا شيء هذا انه اهو ايضا من القائلين في احدى قصائده هذه الارض يا شريكي في الحب وانسيه في الدجام وشكاتي نحن صنوان نلتقي في ثراها كالتقاء الحجيج في عرفان لذلك انا بقول حقب يوسف ان حب الوطن هو الالف الى الياء والوطنية يجب ان تسمو على كل شيء بس الا سؤال واحد بس كيف يمكن ان يعود الى الوطن او يعود الوطن الينا كيف يمكن ان اه نثري قيمة الوحدة الوطنية لان الثروة الكبرى في هذا الوطن الاعز الوحدة الوطنية قبل ثروة النفط وحييك شخصك الكريم وحيي صيدك السمين هذا السميذة هذا الاسيد الكريم واقول ليا يا ابو يوسف دع بغاث الطير دع بغاث الطير وحلق في السماء مع المحلقين والنسور شكرا جزيلا شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور ياقوب حياتي واسمأت المقال وسألك سؤال يعني كيف نثري والله الحقيقة النثري هذا بالحقيقة بال تنبيه النشأ يعني حقيقة في حب هذا الوطن والتربية في وضع بعض الدروس او بعض المناهج التي تحس وارجاع الناس الى الماضي كانت العرب من كثر حبها لأوطانها اذا سافر احدهم ياخذ معا قفضة من تراب يقول احدهم نسير على علم بكنه مسيرنا بعفة زاد في بطون المزاودي و لا بد من اسفلنا من قبيصة من الترب نسقاها لحب الموالد سور فاذن هل دائما نستطيع نعود بالناس الى الوراء ام نأخذهم الى الامام مع الاحتفاظ بتراثيات الوطن صحيح الحين انا ساعات اروح حمص عندي بيت معك نعم في الشم اكون سوقي بالشاب حمص لا حين ما عزلتني عندي ما عزلتني لا لا انت مو باز معجو انت محجوز قسيب الله يعبدك اطول عم ركلا عال الله يسلمك عندهم سوق البشوت اسمه له 800 سنة الله احنا هني بالكويت مع الاسف اعتقدنا يعني شوف انا الله يذكره بالخير الشيخ جابر كان وزير المالية وكان يريد ان يخلي سوق البشوت يخلي سوق مثلا داخلي نعم يخلي بيوت الصوابر نعم قمنا نسوي جولة معه والروح يتلطوا العمر ما تخلي هذا لكن المبني على صخر وغيره هذه كلها لبن لان الكويت بسيطة شي سوون ياخذون الطين يسوون منها لبن وهذا اللبن يبنى على بعضين الرص فهذا ما عنده قابلية على البقاء حتى لو يترممه شي ترمم فيه تسوي اسمين درما داره هذا انيا فلما يين واقتنع بعد اللتي و اللتي بان لا يمكن بقاء هلا هذا فسوه شغله على شكلة على شكلة البناء المصمم هذا أخذوا منها بعض المزايا لهذا البلد لأن البلد ضعيفة يعني بعض البيوت تلقاها شامخة صار لها مئات السنية ليش لأنه بنية بناء قوي هذا البلد ضعيفة كانت و كانتها بسيطة يسوي رماد مثلا على السطح يسوي يص هذا كله أشياء فلهذا الآن ما قدرنا نخلي من الماضي لهذا بعدين لا تنسى أن هذا تدفقات النفط قيرت البلد و قربته يعني قطعت ماضيه عن حاضره و لهذا الآن يعني الماضي لم يبقى إلا صغر و أفلام و غيره يعني هذا يشوفون هالناس إنما حتى نتدارك هذا الشيء يجب أن تكون هناك بالمدارس أن تكون توعية بعدين يا أخي أحنا هذا البلد تعرضت إلى نوع من التقريب تعرضت إلى نوع من الإسفاف تعرضت إلى نوع من المبادئ الدامة و لهذا الآن خلاص أصبح الوطن سبه و أصبح الذي يقول يندعي في وطنه هذا يغرد فيه خارج ثربه فهذه المشكلة هذه البلد صارت مذل العومة ما كله مذمومة يعيش في هذا البلد أول الشهر كويتي و بعدين الشهر يروح إلى مناهج أخرى و إلى إحزاب و إلى ولااءات خارج الديرة هذه المصيبة هذه أنت تريد في الواقع تأطير و تركيز حب الوطن كما يجب أن يكون و يوسف و يوسف أنطلاقا من هذا فيه من قصائدك الجميلة كان فيه عودة سمون أمير من العلاج من لندن و أنت كنت في لندن نعم و أنت كنت في لندن و الله يعني ما لا تذكر ما لا تذكر من تلك الظروف و الله أنا مع الأخ صادق الله هو ثابت كان كان بالعلاج ثابت أيضا فقاعدين تعش و كذا و طلع بالتلفزيون الأمير نازل يعني من هذا ياي و الناس تسلم عليه و كذا و هل بالشوارع طال عين الناس فقال لي ثابت يلا هاي وقتك هذا الرجل هو مو بس أمير هذا كنت فعلا أنا كانت صداقة تربطني معه على مدى 17-18 و اشتغلت معه من يوميا إلى أحمد إلى صار و لي عد و بعد ما صار و لي عد أيضا صلتي فيه فالحقيقة قلت له يعني الآن تدري هذا حاكم أمير و أنا لو بيقول والناس ها على المتروك قلت له قال لي لا أنت رجل ما يحتاج إلى هسا من يقول أنت انطلق منه عساس أنه يعني و فعلا كتبت قصيدة شو قلت فيه قلت حين أطلت كاد يقفز غلبي حيث شكناك فيه لا في القصور هتف الناس حين عدت هتافا نابعا من قلوبهم و الصدور متعة أن تكون قرب كبير أن تتربى على طباع الكبير عد كما أنت في شموخك طودا و أميرا محلغا كالنسور رسالة طويلة أنها تجدل منها هذه الحقيقة و بعدين بينك الحقيقة دائما أنت لما تعيش مثلا عند يم كبير و كإنسان شيخي ياب الرجل يعني مميز و كحاكم و هيد حكام إنما كإنسان حقيقة إنسان ما يريد أن يجرح أحد ما يؤذي أحد إذا صارت قرامة قال عنده مقولة معروفة راح النصيفة سالم يعني يقلل بهذا و يحاول دائما يعني هذا ولا يرفع صوت أمام أحد و كان يحب مو بس بلده يحب الخليج يعني أنا واحد من أهل دبي أول مع بداية النهضة يقول طول عمر سوينا شديد قال شوف أي شيء سوي في أي بلد كأنما أنت سويت بالكويت نحن نبي هذا بلد هذا كله و فعلا هو يجر طول في إنشاء بجلس الخليج في الأمور الثانية التي تخص حقيقة يعني البلد و أينما تذهب تجد بصمات هذا الرجل على جميع منحنا الحياة الله يعطي قلت لأمر و شكرا على بياتك الجميلة التي قلتها في سمو الأمير يا أستاذنا يعني يا شاعر الوفاء أنت أيضا على و على الأشعار أنت رجل أعمال ناجح نعم فهل قولي ليش أنا جمع بين ما سألتك ناجح هل سألني هل سؤالي سيكون هل اندماجك في الأعمال و في البزنس نعم أبعدك عن الشعر شوية كثير و ليش أنت رجل أعمال ناجح مشكلة أنا عندي قصايد نعم لأن أكتب أول قصيدة سنة ثمانية واربعين نعم فمن وقت لآخر كنت أكتب نعم و كنت أنا أعطي عندلي الله يرحمه قصائدي نعم أنه يحفظها عنده نعم و ما كان عندي فكرة أو رأي أو قصد أني أنا أطبع قصائد هذي لما هب ولا توفل عندلي يا عندلي زين يهينا حق أهله يا معبدين تعالوا عطوني قصائدي و عطوني تراثة و ما كنت حافظهم عندك لا لأ يعني زوجتي حفظت بعض وبعضهم عنده زين لما توفى رحمه الله و إذا الصدي ما كو شي بالمرة ما كو شي عندلي بالترس الدنيا أشعار و اللي يكتب هو شاحن هو شاحن أيضا مضبوع و راح و راح ما موجود لشي قالوا ما عندنا شي ما لقيني شي يا سلام الصدي و إن زين السؤال الثاني إنه والله ليش أنا الله يسلمك أحنا ست أخوة بلي ديري مات منه و تأدي ما كو عناية و غيره ما بقيت إلا أنا قلت أنا عندي أخو عمره 14 سنة باللي ديري كان سنت اللي ديري و أنا عمره 6 أشهر أمي حطتني أنا هذا بعد ما أبي إذا بيموت العود خليه يموت الصغير من زين فما بقيت إلا أنا من هالأخوة هذه من زين أمي تبيني أصير رجل أعمال أبويا بيني يصير ملك رجل دين لأنه مطوع و غيره و كان يبيني أصير رجل دين قالت لا عجيب و أولدي الوحيد يستور فأنا ما زعلتهم صرت رجل أعمال من الجهة و صرت شاعر بش ما صرت ملة لا أقول حتى تكون متدين صير ملة لا متدين الحمد لله هذا يتغريز بالنفس تنبع من قلب الإنسان ما شرط هذا أنا أتصور أتصور لو أنك صاير خلينا نقول بين قوسين رجل دين يعني ربما الكثير من قصائدك هذه لن ترى النور يعني والله ما أدري الحقيقة بيني و بينك عندما أشوف مشاكل المال والله أقولك بصراحة نعم عندما أشوف مشاكل المال و تبعات المال و القضايا هذه اللي تصير على بشلون ها لأن أقول شانزيني معود أمي ما تدخلت في رأي و يخلتني يعني هل أنت كونك رجل أعمال عم يعمل ضغط نفسي عليك معين طبعا ضغط نواين كيف أنا عندي أنا أتبثل دائما في أبيات جميلة عن شاعر قديم يقول أمطري لؤلؤا جبال سرنديب و فيضي آبار يثرب تبرة همتي همت الملوك و نفسي نفسه حر ترى المذلة كفرة أنا أنعشت لست وعد مقوتا و إذا مت لست وعد مقبرة هذا حقيقة يعني شو نبر الله بسأل إلا أن تقيم حقا و تودع باطل إلا أن تعطيها مثلا لا إحنا نعرف و لا نريد أن نحرجك نعرف أن من أعمالك و الأشياء التي أنت تحبها مساعدة الفقراء بالسر نعرف هذا الشيء عنك و حسنا يعني ساعدك و هذا قمة ما يحصل إنسان من أم مالك نعم هذا قمة ما يحصل تجد سعادة فيها تساعد هذا شيء جميل و هذا رياضة هذا ممكن الإنسان و من يوقع شرح نفسه فأولئك هم مفلحون الله سبحانه وتعالى يقول كان الإمام علي على السلام مع ميثم التمار في أحد الأزقة يقول يا فقير قال هذا يقول طلع على درهم قال خذ هوان بل حسن يقول قال لا تنتقي قال إيه ما تدي شيطان يسوي فيك لما أتدي تعطي أحد شيء يعيدك الفقر نعم طيب أنا خل من اختياري أنا من ديوانك صبح لي أنا خل أسألك يعني في الصفحة 145 صفحة 145 أنا يمكن يصايدك فيها والله يمكن شو تقول والله والله في عندك قصيدة سحر بعنوان سحر تقول فيها كغزال إذا نفر أنت يا سحر خفة وابتسامة وعيون بها حور آه لو أنثر الشذا مثل ما تنثر الدرق وأناديك تحضري عندما يطلع القمر صوتك العذ شدني قبل أن أمعن النظر يأسر القلب وقعه نعم كأمير إذا أمر فإذا جئت يا سحر كل شيء إذن حضر فرحمي قلب عاشق دمعه انهلا دمعه انهلا وانهمر هذا 12 أكتوبر 98 93 93 إيه الشيطان نعم أقول والشعراء يطبعهم القوم أم ترح أم ترح أو يقولون ما أم ترح زيل القصايد الجميلة يعني والغزلية لما تطلع من الشعراء يعني هل هي مثل ما تقول خيال وصناعة أم هل يكون فيها ولو نسبة قليلة من الحقيقة التي موجودة في الذكريات ربما يعني هو الإنسان كائن متحرك أمام ظروف وأمام غيره وأمام صداقات وأمام كذا وربما خلط الواقع بالخيال وطلعت قصيدة قريت قصيدتي كلامه بالحب كلام في الحب لأت حطنا منه فضل أظناه قلب بالأحبة مولع دنف تقلبه الهموم فيخضعه هيمان ما مرت به سنة الكراء إلا تذكر من بوصل يمنعه دع عنك ذكر الضاعنين عن الحماء فالدار قفر والمنازل بلقعه ولرب فاتنة تذوب صبابة بالبعد وهي بقربها تتمنعه إيه زمان الحب كم من قصة تروى وكم لك من حديث نسمعه أسعدت دنيا الناس رغم همومها فهل السعادة سرها بك مودعه فإليك يا من قد وفيت قصيدتي أنت الختام لها وأنت المطلع هاي جزء منهم هم هذي خيال بعيد؟ قد تكون قد تكون ترى الريال يعني يباجي شوية ويعترف يعني قد تكون أنت شاعر كبير ومبدع الله يخليك يقني أنا صاحب البرنامج سمعني أنت لا لا ليش لا أنا يوم الأثنين بالليل أنا أسأل فقط أنا لا أجيب فتحذرني الليل أنا عندك زهريات حلوة الله يزر تقراها وقراها يعني دائما في بعض الرباعيات و بعض الزهريات نقراها الله يرحمه كان عبد الرحمن الله يحفظي عبد الرحمن إيش وحي؟ أي والله عبد الرحمن الله يحفظي من الشعراء أنا ألتقي معاه عند يوسف دوخي وساعات تتأثر عليه بعض الكلمات قال لي أبو يوسف ممكن يخصه بالإزهرية يخصه الكلام يشابه بعضها ومعنى آخر توقف عنده قلت له خير كل اسموعيني أبو يوسف عندي هذا قلت له أعطيه كلمة قال الله أكبر تركه تعطيه كلام وطبعا زهرة سدرة العشاق التي طلعت في أول برنامج هذه الشاعر مبارك لحده نعم نعم من الأشعار الجميل أنا أريد أبو أنور أنا كاتب لقصيدة عقوب مقرب ديواني وأنور ديكتور يعقوبي نعم أقول يا أبا أنور وللحب صوت غامر فيظه كنهر الفرات أنت صبح ينير درب المحبين وفجر مطرز القسمات كم رأيناك والحوادث تترى تتسامى على الخطوب العواتي لم يقب عنك في الملمات عقل في تستشرف الزمان الآتي هذه الأرض هاللي هو استغائها يا شريكي يا في الحب شمسي وفي الدجا مشكاتي نحن صنوان نلتقي في هواها كالتقاء الحجيج في عرفات هذه تحيي الأفوانور الحقيقة التي أبدع ودائما مبدع ويأسرني الحقيقة فيما يأبديه وما يقوله اشتغلت أيضا لمدة ربع غير تقريبا في إدارة اقتصادية مهمة في المالية نعم في أملاك الدولة من 1950 إلى 1973 نعم يعني كيف كانت البدايات وشو هي المشاكل التي تعتقد أنها مشاكل أساسية تحط في أملاك الدولة والله هذه دوعا مع بداية يعني أنا كنت في المالية أول فانتقل الشيخ جابر الله يتكرون الخير من الأحمدي إلى هذا وبعدين وتميت معهم في المالية تالي أنشأوا إدارة أملاك الدولة وأنا زلطت مدير لأملاك الدولة مع الأخ الكبير عبد العزيز البحر وبعدين الأستاذ عبد العزيز راح إلى صندوق التنمية وأنا استلمت الإدارة طبعا كانت أملاك الدولة تؤسس البيوت وكانت تشرف على توزيع المساكن وكانت لها صولة وجولة هل ترى في الأمن الأخيرة أن أملاك الدولة يعني قاعدة تنضبط الضبط والانضباط اللي كانوا الأولين الأساس يريدون لها أم هناك بعض خلي أقول بين قوسين بعض الانفلات فيما فيما يتعلق بأملاك الدولة مثلا ما هو أنت في هذا البلد من الصعب تطبيق النظام ليش لأنه عن مخالك أولا تدخلها المخالي يعني واصلت واصلت وبعدين النواب وبعدين الحية وبعدين تداخل المصالح فبالتالي يعني أي نظام ليس نظام أملاك الدولة أي نظام ما يمشي يعني مئة بالمئة ويا ما حاوله ولا ما قاله يتمدد ويتعدل ويتمطط وإلى يعني ما يسي بلد صغير بلد صغير يعني ما في وين دور الحكومة بالضبط ما هو الحكومة من الحكومة أعمل الحكومة أعمل الحكومة أعمل على خالق وخيره جمع أتصور أنت الحين عندكم وقت أم لا بط عندما تكون مثلا بإسكندرية أو بالقاهرة وانت يودونك أسيوط مثلا طبق القانون لأنه لا تعرف للناس القاعدين أما أنت بالكويت أخي عبد الرحمن ويا عبد الله وغم فبالتالي يعني هل هذه من مشاكل المجتمعات الصغيرة أم لا تعتبر أن لا أبو مشاكل أنا ما أعتبرها مشاكل أنا أقول ما حقه يعني ينصير حنبلين أكثر من الخنابلة خل الأمور تمشي وحاولوا أن كم مثلا هالتجاوز يخصر على الجميع إذا سيكون تجاوزات أوش ولا يطبق القانون على ناس ويقلوا الناس وحاولوا بقدر المستطاع يطبعوا القانون لمسرحة الناس زين يعني تبقى مثلا الناس كلها تفتلت إذا انتفتلت لا لا تفتلت ولا تبقى بضبط ورابط حقيقي لا بضبط ورابط الحقيقي وفي حدود يعني دائما الإنسان هو يطوع القانون لا يطوع القانون يطوعه نعم وإحنا متعلمين يعني أنها تمشي على البركة ما علي الكويت إن شاء الله بخير بسعادة بصمتك أيضا أبو يوسف أحد المشاركين في إنشاء شركة الفنادق نعم شو المطلوب من عجل العمل الهم الاشتقرار النشاط الفندقي في الكويت لما أنت أسسنا شركة الفنادق وقالنا هلتون بغينا نحولها إلى مستشفى ماكو أحد يقعد فيه بالبداية أي في البداية وحاولنا ومدرئيش وردينا وغيره وبعدين وخرنا هلتون وقمنا نديره بأنفسنا وبالتالي الآن ويت غيرت الآن البلد انفتحت وزادت الفنادق أحلو الشوك الرخص اللي عطيت الفنادق بالمئات الحقيقة ومشهل الفندق وتوسع وغيره يعني البداية الشي كان ضعيفة لكن بعدين مع الزمن ومع كبر البلد ومع تدفغات النفطية الآن البلد مقبلة على ثورة حقيقة يعني مالية كبيرة وعلى أحمال ووصم مع انفتاح العراق راح يصير إن شاء الله أأمل بالكل أنا كان بيودني أن أتكلم عن العراق وعن هذا لكن تفضر لا لا في عندنا في عندنا أعطونا تشم دقيقة نعم نعم نحن الحقيقة يعني نتمنى الآن والعراق بعد هذا المخاضر الأسير على وشك أن يؤلف حكومته نتمنى لهم يعني كل استغرار وتمنى أن تكون علاقات مع الشعب العراقي الشقيق يعني هذا إن شاء الله هذا يقول سوف يستبدو العراق عندي قصيدة في نعم سوف يستبدو العراق خطابا بخطابا كوردة الياسميني ويعود الملاح يهتف لحنا وتقن الطيور فوق القصوني أيها الضائر المحلق حرا فوق أرض الرشيد والمأموني ها هنا كانت قصيدة طويلة عديدة في الجماهين العربية روعة فالحقيقة أتمنى أن العراق يعود لعافيته وتعود لهذا وفي كتاب في الشعر صوت أيضا محاكمة الصدام إن شاء الله إذا أتيحتنا فرصة يوما آخر أو في لقاء آخر نتكلم عن من لم نتكلم عنه في الحقيقة في هذه العراق الجميل بنهريه وحضارته وثقافته وثقافته نعم والقريب من الكويت نعم وغير من الكويت نعم نعم وعلى روابط الغربة التي تربطنا في شعب العراقي هذا كلها الحقيقة صحي منعكس وبعدين العراق لازم لا ينسى ما قامت فيه الكويت يعني الكويت كانت عندها ورغة رهنت عليها يعني لو إنها لأي سبب صدام ضرب القوات أو قير رايحهم قيره كانت الكويت باهض نعم 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 وإهل العراق دائما يستحقون من يساعدهم نعم وشاء الله يكون بالعراق بهالوضع الجديد أن يقدر خلال خطوة الجبارة نعم لو لا العراق لو لا الكويت من اللي يقدر تحرع تركيا الحليفة استراتيجية رفضت أن تدخل قواتها نعم الكويت فتحنا حدودها نعم وفتحنا قبل قلوبك طبعا وساعدنا في تحرير العراق من حكم الظالم الدكتاتوري لصدام حسين ومجموعته أبو يوسف في كلمة أخيرة تحب أن تقولها في نهاية طبعا أكرر شكري لكم وللأخوان العاملين واللي على على هالآلات من الشباب إذا شفتهم أنا دائما صاحب الورد وصاحب الورد الحقيقة والشباب اللي يوره الكاميرات هذه كل شباب كويتي أتمنى إن شاء الله التغدوم وأتمنى لكم أنتم وعلى رأس هؤلاء أنتم مقصرت شكرا جدا وباسمكم أعزائي المشاهدين نشكر ضيفنا هذا المساء الشاعر المواطن المحب لبلده علي يوسف المتروك وإذا صارت لنا فرصة إن شاء الله قريبة سنأتي به مرة أخرى لنسأل ما لم نسأله هذا المساء لكم ويانا السبوع القادم مع شبكة تلفزيون فما الله شكرا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر